أعلنت دي بي وورد الإمارات توقيع اتفاقية لإقامة مشروعين جديدين لإنشاء محطات منتجات غذائية جديدة متكاملة على رصيف ميناء جبل علي بالشراكة مع شركات دولية تعمل في مجال معالجة المنتجات الزراعية بهدف تطوير وتعزيز قدرات مجمع الأغذية والمشروبات في ميناء جبل علي ودعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 لدولة الإمارات عبر تعزيز عمليات إنتاج الحبوب والبقوليات الرئيسية على مدار العام وتتمتع المرافق الجديدة التي تبلغ استثماراتها نحو 200 مليون درهم بنظام موحد تتمكن بواسطته من تخزين المنتجات الزراعية السائبة في الصوامع ومعالجتها في مكان واحد